رحمة الله وبركاته هنرجع بإذن الله دلوقتي المحاضرات الساليبري ديكريشنز والمستيكيشن والسوالوك قبل ما نبدأ نفتكر الزمائيننا وندعو لهم بالرحمة والمغفرة كنا تكلمنا عن الساليبري جلاند كنا تكلمنا عن السريفة وقولنا ان هي بتتفرز عن طريق ثلاثة تمام عندنا وعندنا عندنا هم ثلاثة اللي هم وعندنا كمان بتكون موجودة في بتاع البقل كافتي بيبقى مسموم ايه بقل جلاند دي كانت صورة توضيحية كانت بتوريني البروتود جلاند قدام الودن كده شوية وبعد كده عن جب موجودة تحت الدقل والصابلينجوة الموجودة تحت اللسان كنا قلنا ان كل جلاند بتتكون من أسينوي هي اللي بتطلع على السيكريشنز والسيكريشنز دي عشان توصد للبقى الكابتي هتمشي في طريق الطريق ده بنسميه دقت تمام والدقت ده قلنا ان هي بتفتح في اللي ايه في البقى الكابتي كان عندنا كل فيها نوعين من الخلائم يا اما تكون سيرة السل يا اما تكون ايه اللي اختلافنا بينهم السيرة السل هطلع لي سيكريشنز بيكون ايه وطري تمام وبيحتوي على انزيم اسمه انزيم الطايلين اللي هو الف اوميلز انزيم انزيم الطايلين ده لو ضر مهم في هضم بيحولها تمام عشان يكتمل الهضم بتاعها في المعدة بس انزيم الطايلين وانا ما بقدرش يشتغل في المعدة علشان قاطر او ما بيوصل بيحصلوا انهيبوشن بالاسيدي العالية بتاعة المعدة بعد كده عندي الميوكس سيل بطلع سيكريشنز عكس السيروس سيكريشنز هنا بيبقى سيك وبيكون غني بالميوسين الميوسين ده عبارة عن جلايكوبرتين بيكون الميوكس لما بيدوب في المياه الميوسين ده عبارة عن جلايكوبرتين دايف ومياه ولما بيدوب بيكون الايه الميوكس وكنا تكلمنا كمان عن كل غدة من دولها هتطلع ايه من السيكريشنز من السالايبا عند البروت الجلاند بتطلع 20% من التوتل ساليفر سيكريشنز وكان نوع الخلالة موجودة في الاسينوية بتاعتها هي سيروس سيل بعدها كده انها هتطلع ايه وطري سيكريشن وطري سالايبا والصابنا الجيبولر جلاند قولنا ان هي حوالي 70% طريقونا جديد ابنتي بيكون فيها سيروس وميوكس آسينوية ؛ ان السيكريشنز بتاعها هيبقى ماغسد بعد كده عندي بيتكون بردو من سيروس وميوكس آسينوية ل高 وسبب تتكون البقا الجيلاند بيتطلع خمسة في المياه من التوتل ساليفر اسيكريشنز بينيها ميوكس آسينوية متطلح هايبقى سيكريشن انا مشش borؤوية هاتفا بيكون الحجمة بتاعها من 1500 bonuses يعني حوالي واحد لتر في اليوم تمام؟ بعد كده البيئتش بتاعها كانت ألقالين ويقولنا ان ده مهم جدا في الأسنان والأسنان ليه في الأسنان عشان خاطر لو الأسيديتي بتاعت الفم زادت فده هيتسبب دوابان الكلسام اللي موجود في الأسنان في الأسيديتي العالية دي فده طبعا غلط تمام؟ على الأسنان لكن لما البيئتش تم تكون ألقالين مجرد من الأسيديتي تيجي تزيد في الفم فتقوم جاهة السلايفا تيجي تعادل للأسيديتي دي فتحافظ على الأسنان كمان في الأسوفيجوس لما مثلا من جاستريك جيوس يرجع من المعدة على الأسوفيجوس كان بيعمل زي أسوفيجوس كان بيعمل التهاب كده تمام؟ ولكن لما مثلا من يحصل كده والجاستريك جيوس يطلع على الأسوفيجوس فتقوم جاهة السلايفا نزبتها تزيد تمام؟ وتروح على الأسوفيجوس تقوم جاهة معادلة الأسيديتي دي فتحافظ عليه تمام؟ الالكالينت بتاعتها هي الكلين والبياتش بتاعتها كانت من 7 ل7 و4 من العشرة حوالي 7 تمام بعد كده عندي الكمبوزيشن اوف السلايبا قلنا ان هي عبارة عن ووتر بالنسبة 9 لتسعة وثانية ونصف في المائة دم وكمان فيها ارجانيك سبستانس وان ارجانيك سبستانس ايه هما الارجانيك سبستانس اللي كانوا فيها اللي هو المويسين المويسين ده عشان يعمل بريكيشن وبروتيكشن تمام عشان يسهل عملية وكمان عندي داجستف انزيم قلنا ان هو السلايبا اللي هو الالفا والي هو الطايلين وعندنا لينجوال لايز انزيم كمان فيها بروتوريديك انزيم اللي هو اللي زوزوم وعندنا ساوساليت واميلو جوليبيلين ايه تمام بعد كده عندي ارجانيك سبستانس اللي عبارة عن الايونات كانت بتبقى فقيرة فيه السوديوم والكولوريل ويغانية بالبوتاسيوم والبيكارب والحطة دي هتشرح قدام شوية تمام في كانت بتبقى ايه هايبو اسموتك بعد كده عندي الميكانيزما وفي السليفر سيكريشانز انزاي بقى السلايبا بتتكون ازاي وانا اني بتتكون على مرحلتين اول مرحلة السلايبا بتطلع عادية بعد كده بيحصل عليها مرحلة تانية بيحصل بقى تعديل المقابلات الايه السلايبا في البداية انا بيطلع عندي السلايبا الاسموت بيطلع السلايبا بتكون فيها انزيم يطايلين يعني ما يكون فيها ميوسين على حسب نوع الايه الحسب نوع الخلالي موجودة في الاسيناوج تمام وكان بيبقى فيها تركيز السوديوم والبوتاسيوم والبيكاربون كولورايد نفس التركيز اللي موجود في البلازمة فكننا بنقول عليها ايزوتينيك ده في المرحلة الاولى طب في السكن دستاجي باية حصل هيحصل عليها تعديل هيجي انزيم اسمه بريستا جلندي هيعمل ايه؟ هيعمل هيابزورباشن لي السوديوم والسوديوم فيروح للبلازمة تمام؟ ولما السوديوم يخرج هياخد وراه الكولورايد تمام؟ وهيعمل سيكريشنز لي البوتاسيوم في الصلايب هيروح من البلازمة يدخل جوه الصلايب وبالتالي نسبة البوتاسيوم هتزيد في الصلايب ووراها نسبة البيكارب برضا يدخل وراه البوتاسيوم نسبة البوتاسيوم والبيكارب هتزيد في الصلايب ولكن نسبة السوديوم والكلورايد ده ايه هتقل تمام؟ وانا حتى المتحكم الانزازية في الاوزمولاريتي المتحكم الاساسي عندي في الاوزمولاريتي هو السوديوم والكلورايد اللي اشدعها بالبوتاسيوم والايه والبيكارب هادلوقت دلوقت لما نسبة بسوديوم والكلوريت تقلي في JoeT فتبقى السلايبةBecauseC YouTube ويقولك ان ده كان من رحمة رب للنبينا علشان قادر لو كانت نسبة الاستويوم والكلوريت عالية على طول في الصلايبة كنت دمعنى حس الطعم مالح تمام لكن دلوقت لما هي تبقيуices cereals فقدر من خلالها كانه vale文 أدر حس الطعم الأكل حس全 likes كانت كلام المكتوب هنا هو هو ده محم Regarding مستوى هنا كان بيقول لي انها عندي ثلاث ايولات ساديوم هيحصلنهم الابوزروش وايولين من البوتاسيوم هيحصلنهم ايه سيكريشا تمام وبعد كده الكولاريت هيخرج وراء الساديوم تمام بالالكتريكا الجريديان ولكن البايكارب هيدخل وراء البوتاسيوم تمام باكتف سيكريشان وهذا هيعمل ايه هايبوزمولارتي هيكون السلايبة غنية بالبوتاسيوم نسبة البوتاسيوم فيها حوالي 30 من الكل لتر نسبة البايكارب حوالي من خمسين لسبعين تمام يعني حوالي 7 مرات تركيزهم في البلازمة لكن هتبقى فقيرة في نسبة ساديوم هتبقى حوالي 15 مليا كوفلاند الكل ايه لتر تمام يعني حوالي نسبة ساديوم هتبقى حوالي 1 على 10 من تركيزه في ال ايه في البلازمة ايه وكذلك ال ايه الكولورايت فبالتالي هتبقى هايبوزمولارتيك بعد كده عندي الايون بتاع الصيبة عندي الاي ايه الايون الكمبيزيشام بتاع الصيبة يتأثر بحد تهم ميتأثر بحق تاهمي يتأثر بالاجل ايه وقال طبعا ازاي قلنا عن طريق ان الاجل بيحب يقضي بوزورباشر للسوديوم والكلورايت ايه تمام بيعمل يقضي بوزورباشر للصيديوم في الوحوالي الكلورايت يوحصل لهم في البلازمة وبيعمل ساكريشان جنول وبتاسي ما يخرج وراء البيكارب يدخل وراء الصلايبة ويحصل ايه في الصلايبة تمام بيقولي انه وهو ينكليز الادسترون بتاع الساديم وبيزود البيتاسيوم بس إن الـ kiml في الصلاعجة هيقل ممكن يوصل من حد 0 ممفيش خالص والبوتاسيوم هيزيد هي بقى حوالي تركيزه في البلاسما حوالي سبع موارات من تركيزه في الصلاعجة حوالي سبع موارات من تركيزه في البلاسما تمام ويه كمان بيأثر عليه حاجة اسمها ريدوك السليبري سيكريشنز تمام لو الصلايفة طالعة كده عادي يعني انا قاعدة عادي مثلا مش باكل او حاجة انا مش محتاج الصلايفة بحاجة بس هيه لازم ان تكون موجودة تمام لاني لها وظيف تانية غير مثلا من اوقات الاكل فنسبة الصلايفة اللي طالعة بتكون طالعة بالروحة تمام بالتالي بيكون عندها فرصة كبيرة قوي ان يحصل ريكوب دور بشن السوديوم من كلها دو يحصل السيكريشن والاي والبيكارو لكن لو انا دي بيأتي بيأكل فاني عاقل كمان سلايفة كتيرة فدلوقتي السليبري جلان مش ملاحق ان يطلع ايه كمان سلايفة كتيرة وفي نفس الوقت يحصلها تعديل تمام يهي واحدة بيأتعمل تعديل كل شوق كمان سلايفة هتبقى قليلة تمام انا بيأكل انا محتاج كمان سلايفة علي عشان نساعد في الهضم والبيلع وكده تمام فبالتالي مش هيبقى في فرصة كافية يحصل تعديل على الايه على الايونات اللي موجودة في في الصلايفة فبالتالي هيبقى نسبة السوديوم والكلوريد جهة لصليبها هتفضل عليها ونسبة البوتاسيوم والبيكرب هتفضل قليلة تمام بعد كده عندي وظيف الايه الصليبه تمام ده كان اقوله مهم جدا يومه عشان عشان ريتل مهم قوي السؤال ده وممكن برضه يجي mcq ركزوا عليه قوي عندي عندي الفنكشن بتاعت الصليبه عندي ديجستف ليها ديجستف فنكشن تمام وكمان بتحافظ على البقة الكابت يويت وكمان ليها ميوسين كونتينت لبريكانتس وكمان بت ميوسين كونتينت لبريكانت الفود وبعد كده عندي أكت أزا سوليفانت ليها كمان ميوسين كونتينت لبريكانت الفود اللي ميوسين موجود فيها بيرطة بالأكلف لبسها لعملية البالة تمام وأكت أزا سوليفانت فور الفود ملكيولز وأكت أزا دوليتنج ميديم فور اراتي تنج سبستنس وهزا رول in oral hygiene وساليبري بفرز بيكاربو والميوسين بعد كده عندي عندنا شرح لي وزيفة كل حاجة اللي هي بتعمل موستن للموس يعني هي بترطب الفم كده وانا ما اتكلم فبتساعدني انا اتكلم ايه مسؤولة مسألة وكمان كونتين الميوسين كمان فيها ميوسين ده اللي بيرطة بالاكل وبيساعد على مالية البلع ويد السلف النيوترين تستبض تمام؟ ان هي بتفتت النيوترين تستبض بتساعدها مسلا اللي هي تروح هات تستبض وتعملها استميلوش وانابد احس بتعمل اكل تمام؟ وكمان ليها بوفرينج اكشن تمام؟ لان هي بتكون غانية بالايه؟ بالبيكارب والميوسين تمام؟ بيكون فيها ميكو بروتين وبيشتغل كبفر بيشتغل كبفر عشان يمنتين الورال بي اتش بتاعت الفم بتفضل ايه سبعة تمام؟ وده كده هيقلل اللوصف الكالسيوم دي انا شرحتها لكم تمام؟ ويكون لاني لما بتبقى اسديك الكالسيوم هيدوب فيها لكن هو لما الاسديتي هتزيد هيجي البيكارب يعادل الاسديتي تمام؟ فترجع الايه فترجع البي اتش سبعة تاني وبالتالي ما يحصلش ضغوبة للكالسيوم في الايه في الصلايفة تمام؟ شفت ان جاءه في البي اتش توزه اسديك ايه سايد بيقال ان هو بيزود السوليابلتي بيزود الايه السوليابلتي بتاعت الكالسيوم فبالتالي بيعمل لوس فروم التس انه رزالتنج ان دنتال كيس وكمام بيعمل نوترغلايز الجستريك اسديتي فبالتالي بيحافظ على الورو اسفوجس ايه فروم رفلكس واسفوجياتس ان لما بيرجع عليه الاجستريك جوز وكده كانت ممكن تعمل فيه تعمل التهاب تمام؟ لكن الكالسيوم لما بتروح على الاسفوجس بتعادل الاسديتي اللي حصلت دي وبالتالي بتحافظ عليه وميحصلش الالتهاب ولا اي حاجة ثم بعد كده قال لي هادورو في الايه في الورو الهيجين قال لي ان هي لها دور مهم جدا في انها تحافظ على الفم بتاعنا مزيف وكده وسليم صح يعني؟ اللي هي كانت كده بتخسل الفم تمام هي بالفم كده كانت بتخسله تمام بتوشنج اوي اي باستوشينيك بكتريا وفود دبريسيز مثلا بواي الاكل بتبدل في الفم هي بتساعد انها ايه بتخلصنا منها ويكيب زماوس ريلاتيب لي ايه كلين وكمان فيها صيوسينيت والايزوزوم موامينو جولوبيلين ايه وتشهاب ايه باكتيريسيج يعني بتتموت الايه الباكتيريا وكلتين جروس هرمون ايه ايه بتعمل رابد ريجين ايه انا حصل مثلا الالتصر في الفم او كده او حصل مثلا ايه داملج في ايه جزء من الابسيري الموجود في الفم بيكون فيها الصلايبة بيكون فيها جروس هرمون بيساعد ان يحصل ايه ايه ريبير الاداملج ده بسرعة تمام؟ واكتر از ادوليشن ميديا فور الاريتينت فود او كولنج الفود ايه اللوت فود يعني وصلنا على صناحنا احنا كلنا حاجة سبايسي شوية فهي ايه بتقلل الاريتشن بتاعها وكمان لو مسلا الاكل كان سخن شوية فهي ايه بتبرده كمان بتحافظ دي عن الهيلس تيس قلنا ما دي كانت وظيفة الايه البوفرينج اكشن بتاعها كان المهمة قوي انه يحافظ على الاسنان سليمة تمام؟ اه وعن طريق البوفرينج ايفكت وعن طريق ان هي فيها برولين نريدش بروتين برضو بيحمل اسنان وفولورايد اكسكريتين ان الصلابه برضو مهم جدا في اتيس هلز تمام؟ وكمان ليها وظروف الديجيسن حملنا فيها الالفا عمليز انزيم اللي هو نسيت الديجيسن اف الايه اللي هو بيحاول الستارش من فولي سجريت تمام؟ تمام؟ ممكن يوصل عشر مرات من تركزه في البلازمة ويهي كمان بتعمل اكسكريتين الهايهي ميتل زي الماركري والليد وكده كانت بتساعد على بتعمل لهم بتخرجهم فى اللي ستول يعنى ويهي كمان احسسنا بالسلس وكده بتحاوز على الووتر في الجسم فقاطة جدا قلنا ان يابهي تغذية بتتغذية بالسنباساتك والبر السنباساتك كل اتنين بيزود السكريتين مع اختلاف الواليتي والكواليتي بتاع السكريتين تمام؟ ولكن السمباساتي والبر السنباساتي المتنين هيزوده السكريتين السليفر السكريتين ازاي كان عندنا كمان الجزء اناتوى كده شوية اللي هو البرس بيقولي ان البرجيانجليونيك فيبيريو في الاسيبيريو 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 في الاس من النيرب رقم تسعة نوال جلوس وفارنجيا النيرب عن طريق الاوتك جانجيني ده ليساليبري سنتر ده ما بيحصل لسلميليشن عن طريق ايه؟ عن طريق مجرد مثلا ما الاكل او كده هيجي على الطانج او مجرد ما الاكل اصلا داخل الماوس وجعل الطانج مسلا او وصل لحد الايل الفارنجس وده كله بيعمل السلميليشن الايل ساليبري سنتر ويمبلتس من الهاير سنتر زي مسلا مجرد ان انا كن بفكر في الاكل او شميت ريحة اكل مسلا شوية ولا انا اجحان شوية فالصلايبى على طول بتشتغل يعني تمام على طول بتطلع وبعد كده عندي من الاسطمك وشاني انا انا مسلا ان لو في الاسسدي تزادة شواية في الاسطمك او الابر انتستين فاده برضه بيتامل استموليشن للصلايبى عشان تجي ده عادل للاسدي يزيد تمام؟ عندي السبيريول سريبري نيوكلياس فالي هو اربورة من البولث تمام؟ ده بقى بيتكلمني برضه عن ايه؟ عن النيربات اللي بتغذي الجلاندي سولى بيقولي نفس الكلام بي Brave and سابرينجو هيتغزه من الفيشل نيرب عن طريق الكور ده تمام والسنتر بتاعهم بيكون موجود في في اللي هي اللي هو ربارت من البونز طيب بعد كده انما بقى البروت الجيلاند بتتغزى من ايه? بيقول لي ان جاي من الانفيريون ساليفري نيوكليس هيخرج منها التسعة كرينيا نيرب هيروح يطلع منه قليصر سوبرفيشل بتروزا نيرب اللي ليه في القط الجانجلون وبسط جانجلون كفايبر بتاعتها هتغزي اللي هو يجب علي مجيس возь Kreخرينجوع للنيرب يعني اللي هو 史فريدجو بتاعه يوم موجود في القط الجانجلون تمام والسنتر بتاعه يجؤى موجود في الامفيريون ساليفري نيوكليوس في الابر بارت من المضالة قبلينجات تمام يعني بتاعت البروت ت البشيء الابر بارت من المضالة قبلينجات اما الساب من دبالور سابلنجوال Assim Síndere بعد كده عندي السيمباساتيك انرفيشنز ده كله كان يومي سينباساتيكında بقى بيجي منين بيجي من اللاتران هوردنسل من الابارتوس ورسك. وبعد كده هيعمل ريليشن في السوبيلور سيرفايكال جانجيلور. بعد كده البست جانجيلونك فايبر منه هتطلع تغزي الجيلاندس وخاصة ان الصام منديوبولار ايه جيلاند. تأثير بقى السمبساتيك والبراسمبساتيك بيلي ان البراسمبساتيك يا صدلاي استيميلية الايه التروس احنا قولنا الانتين هيتزودوا بالسيكريشنز مع اختلاف كمية كده هيت عليك والسيكريشنز وتركيز الايونات فيها.vikالي ان ده بيحفز بيكون في الفوليوم بيكون ويتاري. وبيكون غني والسيديوم والكرورييد. بيكون في البوتاسيوم والبايبارت دي كده صفات Lineز اللي هتزودها البراسمبساتيك. تحت تأثير البراسمبساتيك. بقى اطلع طرفك سيكريشنز . بيكون حكم قليل. تمام وبيكون بيسكوت بيكون سيكياني والبور ان الجelle الايلكترو لايتز. تمام الالكترو لايتز في نسبتها قليلة. وغني بالماوسين. تمام? نعم عشان الفيسكت دي يبقى طبيعي هو غني بالاي? بالماوسين. وفي ميته قليلة. ويه كمان فقير في الالكترولايز. بيحصل كمان ده بيحصل باستضاعي عن طريق في الماء بسيل ينسيل الراوند الأسلوني. بيليون السيكريشن اف الصلايفا بكنترول دباي لتونيومي في نيربس رو كنديشند. عندي حاجة اسمها كنديشند وان كنديشند ايه ريفليكس. تمام? عندي الانこんでشند ريفليكس. يعني مش شرط اكون متعلمه ده مسلا بيحصل في الطفل الصغير بيحصل في حد جبيل. تمام? يعني مش محتاج اي تعلم او فهم او اي خبرة قديمة او الكلام ده خالص. تمام? هو بيحصل كده لوحد مجرد ما الاكل ده خلفهم? هو bear بيحصل المان كمان مش بحتاج كورتيكس. تمام? يبقى علي ايه بيقولها عبارة عن ما بيحتاجش اي او واسدة ريبرا واسدة قوة بيقللي ان هو بيحصل ممجرد وجودوجود ال الافوت في ايه? في الماوس باي كيميكال او ميكانيكا الاستمير. شان انا مجرد ما الاكل دخل. الفم خلاص كده هو بيحصل ده. تمام? موجودة فين? موجودة في التستبط والميكانيكا اللي موجودة في الماوس. تمام بتاعه الكوردة تنباني والجلوسوفارينجيا النيرب والفيجاس نيرب. تمام موجود في السبيريور الانفيريور ساليفري ايه نيوكلس والسنتر. اللي قم بيطلع منه النيربات اللي بتغزي الايه? الجلاندات يعني ساليفري جلاند. طيب الافرنت نيرب رقم سبعة وتسعة وي السيمبساتيك. طيب الافكتور ارجان عندي هو الساليفري جلاند. طيب بتحصل فين? هيحصل ساليفري سيكريشن. تمام? طيب الكون دي ريفليكس بقى ده لازم يكون خبرة قديمة او انا اكون مثلا او واحد كبير وفاهم يعني. طبعا بيحتاج بروفياس ترينينج وانتك تتربرها لايه? كورتكس. تمام? يعني مسلا انا كواحد كبير. لو شميت مسلا لحيط اكل معينة فانا عارف ان انا شميت الريحة دي بتاعت اكل معينة. تمام? او ان انا مسلا شفت فعارف ان انا شفت مسلا دي اكلة اللي انا شايفه قدامي ده مسلا اكل معين. تمام? لكن كطفلة غير ومش يقدر يميز يعني هو. هو مسلا لو شمي يحيط اكل هو مش عارف اصلا دي الحيط اكل ولا دير حيط ايه? هو ما بقدرش يميز. تمام? لكن انا كواحد كبير فانا قدر يميز. عشان كده بنسميه ايه ريفليكس لازم يكون واحد فاهم كبير مسلا وفاهم وفاهم ان يزير ريحة اكل تمام بيحصل ازاي بتاعه مجرد اللي هو ايه ايه يعني كمان حتى لو فكرت بس في الاكل طيب الريسيبتورز بتاعته موجودة فين هي الريسيبتورز بتاعت السنس ايه اورجن طيب الافرن هو طبعا الافرن بتاعه هيبقى هيبقى الاوبتيك لو شفت الاكل او الويداتري لو سمعت او لو شميت ريحت الاكل تمام طيب يبقى السنتر موجود برضو في هو نفس السنتر بتاع السبعة وتسعة والسيم بساتيك ده هو السليبري جلن طبعا يحصل ايه هيزيد السليبري ايه سيكريشن طيب يعني ده ايه تمام المستيكيشن ده يعني معناه ايه عمليات الماضي تمام ده اول حاجة بتحصل اول مناكل والاكل يدخل الفم على طول بياسة المستيكيشن سيبقى من اقدم ضغو تمام ايه تزدقى ميكانك البركدون عشان بقى اا اا اكسر قطع الطعام الكبيرة دي اخليها ايه المستيكيشن سنتر موجود في موجود في البونس عشان نعرف كم سويا من السوال وزنجل سنتر موجود في المضالة اسفل يا شباب على مقطع اللي حصل المستيكيشن ريفليكس بقى بيحصل ايه بيحصل بمجرد احنا مجرد ملفود هيدخل الفم على طول هيحصل المستيكيشن ريفليكس بيحصل ايه بيحصل المستيكيشن مصل دي ياللي رفع اللوارجو فبيحصل دروب في اللوارجو فلما الدروب ده هيحصل هيعمل انشيت تمام؟ هيحفز المسؤولة على اللور جو يحصل في الجو مصل فبالتالي لما هتحصل العملية دي هيرجع تاني يحصل برضا فده يعمل برضو تمام؟ فهتقوم جاية فتقوم جاية مرة تانية وتضغط الاكل جوه الفم وهكذا تفضل العملية تتكرر حد ما كل الاكل يتفتت طيب العملية المضغ دي ليها ما كبير اوي تمام؟ اللي هي طبعا اول عملية دعم باول مرحلة لتكسير اللي هي تفتت القطع هالاكل وتحولي القطع اصغر تمام؟ فده بيعمل ايه؟ ده بقى بيزود بيزود طبعا يعني ايه؟ طبعا لو هي قطعة اكل على بعضها ما ازاي مسلا لما نبهت تتاقى فبقيت تتحكمها اكبر فبقيت مساحتها المعرضة للانزيمات اللي هضم اكتر فبالتالي ده بيسهل ايه؟ عملية الهضم تمام؟ وكمان بيضطر للاكل وبيتحوله ليه يعني حجم صغير يبقى اسهل في عملية البلاء بتسهل كمان عملية البلاء كمان عملية المضغ دي بتحفز بتزوده عشان خطر يسهل معايا ايه؟ يطلري الاكل ويسهل عملية البلاء يسهل كمان الهضم تمام؟ لاني طبعا قلنا من سيربرزي السلايبا ليها دور مهمة برضو في العظم تمام؟ وقال لاوي فود تستيميليت التست ايه؟ ان دسمين للسيبترز يسهل افصيتي سنسيشنز تمام؟ لما كدها الاكل يوم تتفتت فبتروح تحفز الايه؟ وتراحها التستبض وكده بتعمل لها استيميليشة فعريد بدأ نحس بتعمل لك بعد المضغ على طول بيحصل ايه؟ اسوال ونجب تحصل بقى بتبدأ بقى عملية البلاء وهي تراسبورد اوف الفود من الماوس التصمق بس والوه بيمر كده هيمر على 3 ترى طبعا اول شجر كان موجود في الفم ثم من الفم والفارنكس، فرنكس هيریح للاة الاسفểm لالاوستوفيجس تمام؟ احنا قلنا بيقول له ان هو موجود في المضلة كنا قلنا ان المستجن سنتر موجود في المضلة انا قلنا بالiami ترجمة موجود في المضلة الامل المستجن سنتر موجود في المضلة ان بيقول اما بني بيقول ان الدرجة تестноحول على 3 مراحل تمام؟ عندي البقل فيز دي فولانتري and with Charles Involentary عندي بالبقل فيز هي الوحيدة لبلانتري لاني طول ما الاكل في الفم متحكم فيه انا ممكن ابلعه او لا تمام لكن بقل لا الاكل عدة على الفم اثلو عن الفرنكس او فدخل على الفرنكس انا خلوس كنا servant متحكم فيه وطبيعي كمان ليس كنا بتحكم فيه طريقة كمان للأسوفيجال فيز بضيه طبقى of voluntary البقلة او الاورالستيتج بقى دي فولانتري تمام? اه بلين هي فولانتري بتحصل يعني ايه بمزاجي انا تمام انا قدر متحكم فيها اه الميك انا اسمه بتاعتها دي يقولني لما مجرد ما قطعت العكل بتبقى موجودة في الفم اه تمام بتبقى جهزة خلاص بقى خلاص بقى بقت جهزة للبلع وكده خلاص ما ضغناها وفاتتناها وطرناها كمان وبقت جهزة خلاص ان هنا نبلح تمام بتروح ايه زباك او زغطانك تمام بتروح على منترة ال باي져 positions and 플�راركشن off the سيه talk. في مال هويض مصر. مصر بيحصل ايه بيحصل بيحصل في المال هويض مصر اه يا جاطعت الاكل دي بتروح ناحية المال هويض مصر فالطانك بترفع اه بيحصل له renovationata التحليuria?. بالتالي بيفود الاكل كده بيدفعو ناحية ال ايه ناحية الفرنكس. وبعد كده بتحصل عندي مرحلة الفارنجيال فيز خلاص بقى لأجل عدة من الباك الكبير تدخل على الفارنجيال فيز بقى بتحصل كالريزول للسوالوينج ايه ريفليكس تمام؟ الستيميلوس بتاع الفارنجيال فيز اللي هو انتري اف البولوس اف الفود انتول ايه الفارنجيال فيز طيب الريسيبتورز بتكون موجودة فين؟ بتكون موجودة على الفارنجيال اوبنينج خاصة على التنسللر ايه بيلارس طيب الافرينت بتاعها هو الخمسة وتسعة كرينيال نيرب تمام؟ طيب السنترز بتاعها السوالوينج ايه سنتر طيب الافرينت خمسة وتسعة وعشرة واثناشر كرينيال نيرب طيب الافكتور ارجان اللي هيتقصر هي المسلز اوف السوالوينج طيب الريسيبنس بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيحصل الانشيجين اف سيفرر اكشنز بيزيكلي افولفو بروبولنج البولوس انتول اصفكس في نفس الوقت انا مش عايز الاكل يرجع من الفرنكس في نفس الوقت انا خايف الاكل يرجع من الفرنكس مثلا يرجع الفم او الانب اه تمام؟ فبالتالي بتحصل برضو عملية حماية كده عشان الاكل مايرجعش تاني من الايه؟ مايرجعش تاني من الفرنكس ايه والله؟ هيحصل علشان مايرجعش ليه منه هيحصل ليه عشان يقفل من يرس وتابع على الماوس هيحصل ايه؟ هيحصل للطنج اه هيحصل في الماله هيدمصل فهترفع الطنج لانجنيست الهارد بالت تمام؟ فبتالي تمنع الاكل مايرجع على الماوس تابع في هيحصل عشان تتغطى اللارنكس باية اللي هتطلع لفوق عشان تتغطى بالايه؟ بالايبيجلوتس تمام؟ وبدأ عشان برضه الاكل مايرجعش فيها تمام؟ بيحصل كمان وبيحصل وبيحصل بيتوقف كده الحزار أثناء البنح بيقول اللي ان بتبدأ من وبعد كده بتمشي بيقول اللي ان بيقول اللي ان بقى بتبدأ من وبتفضل و مثل. يعني بتفضل بتنتشر بقى لحد ما لاكل يوصل لحد الايه الاستوفيقس. ببالي. الابرسوفيجية الاتفينكتور عشان يفتح وهيدخل الايه الاكل. تمام? تبا بتزود البريجر فيه الحوالي من. بعد كده عندي بقى الاسوفيجلي الفيز دي اخر حاجة تمام؟ الاسوفيجلي الفيز كانت هي ايه بتبدأ ازاي بتبدأ اوانس ان الفود عادة من الاوسوفيجوس اه اللي هو عادة بقى من الفرنكس بدخل خلاص بتبدأ عندي الاوسوفيجية الفيز اه بيحصل ايه باصوي اللي هي بقى مش احنا كنا قفلين الفم والانف واللرنكس وكده عشان خاطر الاكل ما يرجعش فيها خلاص بقى ده بقى ده دخل للاوسوفيجس خلاص مش هيرجع تاني فبتبدأ بقى ايه الباصويز دي هتفتح تاني لو كانت فهي بتبقى سهلها في البلع وكده فبتمشي مع الايه مع الجراف دي وخلاص لكن لو كانت سيمي سورد وكده لأ محتاجة تزقها علشان تعدي من الاوسوفيجس تدخل الايه تدخل الاستومك تمام? عندي بقى الاوسوفيجية البرستاليسز عندي تين برايمر بريستاليس والسكندري بريستاليس البرائمر بريستاليسز دي ما هي تعتبر امتداد ليه البريستاليس اللي كانت حصلها في الفرنكس تمام? واللي يعبارة عن للفرنجية الايه بريستاليتيك ويب انزا فورم اوف ويب اوف يعني عبارة عن عشان يباشي البولوس اوف الفوت دوزا ستمك بيني بتبقى ماشية بسرعة حوالي اثنين واربعين سنتي لكل سنية طب؟ السكندري بريستاليسز بقى السكندري بريستاليسز متحصل لو مثلا فيه بواي اكل مش هتعدي بالبرامر بريستاليسز اللي جاي من الفرنجس دي لأ تحتاج بريستاليسز اقوى شوي فبالتالي هتحصل بقى حاجة اسمها السكندري بريستاليسز متحصل لو كانت البولوس اوف الفود مش ما وصلتش بوان باص طوب روبل زاري مانا تسقو في الايه الفود دا الدستانتز دا أسوفيجيا الوال مهطول ما الأكل موجود في الأسوفيجس كأنه ايه ضغط كده على الوال بتاعت الأسوفيجس عملها الدستانيشا تمام؟ بعتحسر تجاند البريستانيس دي أن تزوق كل الأكل تزوق كل الأكل اللي فاضل تدخله الايه الاستما تمام؟ عشان كل الأسوفيجيا الكونتنز توزل للإستما بني أن البريستانيس كويب هي رابط في الأبر بارد وبتكون أسوف الايه في اللور بارد تتكلمني هنا شوية كده عن السوفيجيا الاسفينكتور وأن الأسوفيجس دا عبارة عن كولوكسيا الماسكولار تيوب حوالي عشان صنطي تمام؟ بتاني الأكل طبعا للإستما والأبر السرد بتاعها عبارة عن السكليت المصل والأبر السرد عبارة عن اسموس مصل وفي النص طبعا ميكسيت مصل تمام؟ بتطلع عن ميوكس ونوش أي وظيفة كان حد يبقى أن الاسفجس دا أبر ولوة تمام؟ الأبر سفينكتور دا بيقفل أثناء البلع يعني بين البلع بس يعني إيه هو بيكون مفتول لكن لما بجاب له يعني مجرد مبلع هو بيقفل المبلع هو يقفل عشان خاطر يمنع أيها هو يدخل ورا الإيه ورا الأكل تمام؟ لكن اللور سفينكتور هو الأهم أكتر تمام؟ هو على طول اللور سفينكتور دا بقى لا دا عكس الأبر وبيكون مقفول على طول طول البلع تمام؟ مع حتى أثناء البلع بس بيفتح بس عشان نعدي الأكل يدخله للسطمك تمام؟ غير كده هو قافل عشان نعيه عشان يمنع أن هي ترجع عندي على الأسفجس وتسبب إيه؟ وتسبب التهاب في الأسفجس تمام؟ بيقول لي أن اللي هو الأسفجس دا بيزيد أثناء أثناء بيقول لي كمان أن التون عليه بيزيد ويعني بيزيد وبيقفل أقوى يعني هو بيكون قافل آه ممكن يكون مثلا فيه سنة مفتوحة تسمح أن الجستريك جوز تعدي من خلال لكن هو بيبقى قافل تماما ما بيبقاش في أي حاجة ما بيبقاش في أي فتحة خالص تعدي أي جستريك جوز أثناء عملية الهضم عشان طبعا بيبقى عندي الجستريك جوز طالع منه كلمية كبيرة جدا عشان الهضم وكده فممكن تروح على الأسفجس تعمل في التهاب فهو بيقفل بيبقى قافل بطريقة قوية جدا بحيث أن يملع أي جسريك جوز يرجع تاني على الأسفجس بيقولني كمان أن التوم بتاعه ده بقى ممكن يقل في حالات معينة ممكن يقل تحت أسير البارس مبساتك استميرشي أو أثناء البريجنالسي أو لما نسبة البرزيسترون تبقى عالية شوية أو لو شخص قبيز أو حد بيأكل فاتيميل كتير حد بيشرب مثلا قهوة كتير أو شوكولت بيأكل كتير شوكولت أو الناس اللي بتاخد إثانون مثلا أحد بيشرب إثانون آآ ذات مي كوز ممكن ده يسبب إيه ده طبعا هيسبب هارت بيرن وهيسبب السوفيجيتس طبعا وهيسبب بيبتيك إيه ألصر لأن ده هيسبب أن الجسريك شوز هيرجع على السوفيجوس تمام؟ كذلك الحمد لله خلصنا للتوفيق أشابي